لخبر تاني ودائما بتجيب لكم الاخبار الجديدة والحديث على الساحة الرياضية حضراتكم عارفين ان في مطلع شهر اكتوبر هيبقى فيه بطولتين لكمال الاجسام في سابقة لم تحصل من قبل في مصر بطولة للهواة وبطولة للمحترفين يمكن بطولة للهواة حصلت السنة الفاتة او قيمة السنة الفاتت وكانت اخر حدث رياضي حصل في مصر قبل اغلاق كورونا والمطرة واللي حصل ده السنة دي زاد عليها بطولة المحترفين برو كورو دي بطولة محترفين بيتأهل الاول فيها على طول لمستر اولمبيا السنة الجاي فهتشوف اقبال كبير جدا من لعبة العالم كلها في اللعبة دي فطبعا ده حدث مهم جدا وكل مرة بنفكر حضراتكم ليه لان الحدث ده هيتابع عالميا يمكن لعبة كمال اجسام لعبة مش بس منتشر في مصر يمكن امريكا ابطالنا شوفنا بيج رامي الورداني محمد شعبان كل الابطال دول شوفوا صفحتهم على السوشال ميديا عاملة زي ملايين من المعجبين فاذا البطولة دي على مستوى العالم متابعة بشكل جيد طبعا الاسلام كرطان مؤسس فريق كوسكواد اللي بيرعى طبعا كل الفرق دي نضم اليوم طبعا الورداني واعلن على المجموع طبعا طبعا دي لقطات من ابطالنا البطولة تتلاعب من سبع لعشرة ضم طبعا الورداني للفريق وبيتم رعايته وتأهل هذا العام المشاركة في مستر اولمبيا الورداني هيشارك في مستر اولمبيا وهيشارك كمان اربع لعبين هما البطل العالمي بيجرامي بصفة حامل اللقب محمد شعبان وحسن مصطفى والثلاث من فئة الوزن المفتوح واحمد ورداني هيشارك في فئة 212 اللي هي الفئة الاقل شوية في الوزن وطبعا الورداني وقع عقوده وانضم للفريق ده اللي بيرعى طبعا نجوم مصر كلها وكمان واحد من اربع لورداني واحد من ابطال مصر طبعا على حصل على بطولة العالم اللي هو خمس مرات البطل اللي انتو شفتوه ده حصل على بطولة العالم خمس مرات 2010-11-12-12-13-14 حاجة بطل علامي يمكن احنا لنا الصبك ان احنا نحط الدق عليه وشوفوه هيعمل ايه البطولة اللي جاية ان شاء الله وده حدث مهم اه حدث مهم هيبقى شكله ايه هنشوف وهنعرف ونتمنى كل التوفيق بداية بيج رامي طبعا في مسترولومبيا وانجومنا اللي بشاركين بس طبعا بيج رامي حامل اللقب مش عايزين يخرج بالرماصر ان شاء الله الفترة الجاية دايما نجيب لكم اهم الاخبار اللي بتحصل على السحر ده